اشتريت بكو هونفور برو فور جي من السعودية كان عليها عرض بسمعمائة ريال النسكة ستة مئة همينة وعشرين حلوة لا اللي هو بسبق خمسة سمعمائة مصر. امتى يتوفر ريدمي نوت تيربو? دول مجرد سؤالين من مجموعة اسئلة هجاوبهم معاك خلال الفيديو ده. قبل ما اقول لك اي حاجة اكيد ما تنساش اللايك سبسكرايب اطفعه للدرس انه وصلك منه دايما كل جديد. ولو عندك اكيد اي سؤال تحت الفيديو في كومنت وصيب سؤالك لان دايما باخد الاسئلة من على كل فيديوهات الاسئلة. اما دلوقتي خلالخوش في تفاصيل الفيديو ونبدأ مع اول سؤال. هو بيشغل كم فريم في بابج من تسعة وتلاتين لاربعين فريم حاجة زي كده. كتكاملية وهنرتبهم بالترتيب كده وبنان على السعر اخد بالك. اي 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 اونار اكس ايت. من من وجه التنظر لان بتامانية دلوقتي. فرق شسع جدا. اما كاداء اي 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 اونار اكس ايت في نفس الخانة لانهم بنفس المعالج. لو سبعت ترشع لمن المباليات دي كافضل قيمة مقابل سعر. ريلمي جيتين ماستر اديشن. من وجه نظر الصراحة ريلمي جيتين ماستر ايديشن. ايه رأيك نقطة عشرة برو ماكس? لا طبعا. سعره بقول لك فيه حاليا. بقول لك بكامل بوكو اوفيس ريف مصر ونزل ولا لسه? هو نازل من فترة جردة من زمان جدا وموجود بس موجود مستعمل. ممكن يعمل له سبعة سبعة ونص في الحدود دي. يعني على حسب ما الشخص اللي عايز يبيعه يبيع. اشتريت بوكو انفور برو فور جي من السعودية كان عليها عرض بسمعمائة ريال النسكة ستة مئة همانية وعشرين حلوة لا اللي وابسك خمسة سبعمائة مصر. ممتاز. ممتاز جدا جدا بالسعر ده. ايه رأيك في الاوبو رينو في اداء الالعاب والكاميرا على حسب اوبو رينو ايه لو سكس فايف جي او سيفن فايف جي اقول لك ممتاز اقل من كده اقول لك يعني اداء متوسط. اشتري سامسونج اتنين وخمسين جديد بسبعة ولا في بديل احسن? السعر ده حاليا لو الموبايل ده موجود? فرأيه لا انه احسن من كل اللي موجودين اصلا. ايه افضل موبايل في حدود خمس تلاف جنيه? بالزبط هقول الريلمي نارزو فيفت ايه? شوية تقدر تزود خمس تلاف جنيه هقول الريلمي ناين اي. هل الريلمي تين كويس لهي انا في الالعاب انا مش بهتم بناحية الكاميرات وبحب وان شاء الله لو اشتريته واشتريه من الامارات. هو كويس في الالعاب. يعني على الكلام اللي انت بتقوله ده ويعتبر كويس جدا بالنسبة لك اشتريه. امتى يتوفر ريدمي نوت تولف تيربو? لسه مش معروف في الصراحة. واتمنى ان يكون الموبايل ده قريب لانه بيقدم مواصفات فعلا من موبايرة بتسعير ملتاز. ايه رايك في ريلمي تين في الجيمينج? قلت. هو اصلا موبايل للجيمينج. غير كده ما افكرش فيه. دلوقتي انا عايز تليفون من الامارات. ايه رايك في ريدمي نوت تولف فور جي ولا ريدمي نوت تولف فايف جي وسعره وكام حاليا. السعر ما بينهم مش كبير. يعني عمل حوالي تقريبا سبعمائة درهم. وريدمي نوت تولف فايف جي عمل تقريبا تمنمية وعشرة درهم يعني فرق مية وعشرة درهم فقط. فرأي خليك في النسخة الفايف جي. من الافضل بوكو اكس فايف برو ولا ايفون اليفن برو? لا يعني دي مش محتاجة كلام ولا محتاجة مقابلة اكيد الايفون اليفن برو افضل بكتير جدا. لو هقول البوكو اكس فايف برو افضل من الايفون في ايه? اقول سرعة الشاحن بس. ايه رأيك في بوكو اكس فايف برو? افضل موبايل فيها متوسطة حاليا كاوكيما وقابل سعر من شاومي في مصر. انا متاح عندي في السعودية ريدمي نوت تولف فور جي بسبعمائة وتسعين ريال والاي ترتة وعشرين بنفس السعر. اخليك في ريدمي نوت تولف فور جي. كويس جدا. بعد ازدك لاجت عايز موبايل بسبعة تلاب جنيه وممكن ازود لسبعة ونصف بس الموبايل استحق. بس يا ريك تدينا اكتر من اختيار ودول الافضل في التكامل زي الشاومي ريدمي نوت اليفن اس والريل ميتين. ما هم اللي تنزل الحاليين الموجودين وانا اختار الريدمي نوت اليفن اس الصراحة. ايه رأيك في الريدمي نوت هو هو هنزل مصر انت رأي انه موبايل قاتل. موبايل ده رأيب جدا وبتمنى انه ينزل قريب. بس بفيش اي اخبار بالزبط اكيد هو هنزل الامتا. السلام عليكم ريلمي تين برو بلاس ولا بوكو اكس فايف برو ولا ريلمي جي تين نيو سري. كموبايل متوازن يعني تحس انك ماسك فعلا موبايل قوي في ايدك هو بالنسبة لي آآ تين برو بلاس موبايل فعلا ممتاز مش نقصه اي حاجة الحقيقة. ولكن خد بالك ان سعره في مصر موبايلك في شوية. فحين ان بوكو اكس فايف برو سعره دلاتاشر الف وتمنمية فلو انت مش فارقة معاك الشاشة ومش فارقة معاك الخفيف قوي. فالبوكو اكس فايف برو بيقدم قيمة اعلى مقابل السعر مع معالج اقوى. اما لو انت بقى براجل جيمر وبتدور على اداء هو فقط فعال ريلمي جي تين نيو سري هو اقوى موبايل فيهم. كالعاب واداء. السلام عليكم يا محترم كل سنة وضطيب وضطيب وبخير اكيد. لو معي عشرة تلاف جنيه ترشح لاجيب ايه? انا بفكر اجيب سامسونج امتين وخمسين تمام ولا لأ? تمام وتمام جدا هاتو مفيش اخطائرات حساب منه. ممكن تعمل بقارنة بين ايفون اليفن والبوكو ايكس فايف برو هي والله من محتاجة مقارنة. كاميرات شاشة اداء بالنسبة لي ايفون اليفن برو. البوكو بالنسبة لي يتفوق في الريفرش ريتل عالي وسرعة الشحن. غير كده مفيش حاجة يتفوق فيها. ايه رأيك? انا معايا سامسونج اس توينتي تو الترا. احاول رأيي بصراحة لا يعني الوضع ما يستهلش قوي انك تحول يعني. مازال موبايل ممتاز كلي معك. سألتك في فيديو عسيلة ومعرضت السؤال يا ريت تقول لي ايه? افضل فيفو في سبعة وعشرين فايف جي ريدمي نوت والفيتربو بوكو اكس فايف برو. كل موبايل من دول مختلف عن الموبايل التاني تماما يعني كاقيمة مقابل سعر قوي اكيد تاني اعلى موبايل قبل سعر بوكو اكس فايف برو واخيرا طبعا الفيفو سعره ويعتبر مش افضل حاجة. لو سبحت ترشع لتليفون امي السعودية بستة ونص جنيجر شركة شاومي مع العلم ان اقام مش ايه من التردد العالي والمعالج خمسة وخمسين. ممكن تقول لي التليفون كويس في الالعاب ويكون بيشغل جيريسكوب ومستعمل في حدود تلاتة. بعيدة اول فكرة التلاتة ده حاول تعلق شوية والدور على موبايلات قديمة زي ريلم سيفن زي ريدمي نوت آآ الموبايلات القديمة نيك. ريلم اتين برو بلاس ولا بوكو اكس فايف برو ولا سامسونج اتنين وخمسين تجايع الجرحة قوي على فكرة. كقيمة يعني كباكتج اكتر اتنين وخمسين اس. ريلم اتين برو بلاس بوكو اكس فايف برو. ترتيبة كده من وجود نظر. اخر سؤال معنا في الفيديو سألت حضرتك قبل كده على بسعر خمس تلاف مصري من الكويت وقلت لي افضل بس بفرق السعر ما بينهم كبير بخمسة بخمسة تمنمية في فرق في السعر حوالي تمنمية جنيه لا. رأيك بالصراحة الفرق تمنمية جنيه اعتبر قليل للصراحة. بس اخد بالك ان العادي يعني بيقدم معالج اقوى. بس كتكاملية معالج حلوة قوي في الالعاب مع شاشة هتلاقيها في احسن. وبس كده وبكده نقول ما وصلنا للعاية الفيديو ولا تستطيع اعكيد اللايك سبسكرايب وتفعل الجراش اني وصل لك من الندام وكل جديد. وكالعادة انتظرنا الفيديو جديد. سلام.